بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في درس جديد من دروس التربية بدنية والدفاع عن نفس التربية الفكرية درسنا لهذا اليوم هو تقدير الذات نتيجة تحساس بالقوام الجيد معكم الأستاذ بدر ناصر الفهدر كما ندخل في درسنا يا أبطال نستعرض مع بعض أهم مطلبات ممارسة النشاط البدني بشكل صحيح أول مطلب من هذه المطلبات الراحة الكافية بعد ذلك النشاط البدنية أبطال الجسم يحتاج إلى الراحة الكافية لإستعادة النشاط وحاولية مرة أخرى نضريق النوم بين 6 ساعات إلى 8 ساعات بعد ذلك التغذية السليمة التغذية السليمة تكمل في توفر في وجبات الثلاث العناصر الغذائية المهمة هي الكرباهيدرات والبروتينات والأملاح والمعادن والدهون بعد ذلك اللبس الرياضي المناسب والحذاء المناسب اللبس الرياضي مهم جدا وساعدني على داع النشاط البدني بشكل صحيح كل رياضة من الرياضات لها لبس مقصص يساعدني على داع هذا النشاط بشكل أفضل أيضا مراعاة الطقس ملابس الشتوية تختلف عن ملابس الصيفية أثناء موارسة النشاط البدني الحذاء المناسب الحذاء المناسب مهم جدا يا أبطال لإداء النشاط البدني يساعدني حذاء كرة القدم يختلف عن حذاء كرة السلة حذاء العاب القوة يختلف عن العاب الجنباس بعد ذلك يا أبطال المكان المناسب والآمن المكان المناسب والآمن كل رياضة من الرياضات لها مكان خاص فيها ويكون آمن ساعدني على داع النشاط البدني بشكل صحيح ويجنبني بعد الله سبحانه وتعالى لإصابات وحدوث أي خلل هل ممكن ممارسة ألعاب القوة رمي الجلة أو رمي الرمح في الفصل أحسنتم غير مناسب لماذا رمي الجلة ولن نريح تاج مكان واسع والفصل يتبر مغلق هل ممكن أن ممارسة سباق الدرجات في الطرقات أثناء مرور السيارات أحسنتم غير آمن طيب بعد ذلك يا أبطال أهم مطلبتك أحسنت الإحماء ما هو الإحماء؟ تهيئة الجسم لداء النشاط البدني عن طريق عمل بعض التمرينات لتساعدني على داء النشاط البدني بشكل صحيح هناك نوعين من الإحماء الإحماء العام ويناسب جميع الرياضات والإحماء الخاص يكون مخصص للدياضة معينة الإحماء العام بكل الرياضات الإحماء الخاص لكرة القدم يختلف عن الإحماء الخاص لكرة السلة يختلف الإحماء الخاص لألعاب الدفاع عن النفس بعد ذلك يا أبطال شرب الماء قبل واثناء وبعد النشاط البدني لماذا شرب الماء مهم؟ أحسنت تعويض الصوائل المفقودة أثناء النشاط البدني أثناء النشاط البدني الجسم يقوم بإخراج الماء عن طريق التعرق وشرب الماء بعد الله سبحانه وتعالى يحمينا من جفاف الجسم طيب يا أبطال الآن أنا في المكان المناسب والزي الرياضي المناسب إتناقص الإحماء المناسب جاهزين تمليل الأول يا أبطال المشي في المكان تمليل يستعد ابتدي 1 2 3 4 مشي 2 3 4 حسنت 2 3 4 مشي 2 3 4 ممتاز 2 3 4 حسنت 2 3 4 حسنت 2 3 4 حسنت 2 3 4 آخر مرة جمعها قف التمرين الثاني أذرهن في الوسط طاع ثانية ثانية جديدة اليمين 4 حدات والشمال 4 حدات تملي يستعد يبتدي يمين 2 3 4 شمال 2 3 4 حسنت 2 3 4 ممتاز 2 3 4 حسنت 2 3 4 حسنت 2 3 4 آخر مرة جماعة قف خلص ناخذ نفس مع بعض حتى منية الثالث ضراع نجال من رافع دوران الزراع من الخلف إلى الأمام تملي يستعد يبتدي 1 2 3 4 حسنت 2 3 4 ممتاز 2 3 4 حسنت 2 3 4 أحسنت 2 3 4 آخر مرة جماعة قف ثلاث الخلف التامنية الرابع نفس التامنية الثالث ولكن باتجاه دوران مختلف من الأمام إلى الخلف تملي يستعد يبتدي 1 2 3 4 حسنت 2 3 4 ممتاز 2 3 4 أحسنت 2 3 4 حسنت 2 3 4 آخر مرة جماعة قف رئيس ناخذ نفس التمرين الخامس رفع الفخد على مستوى الحوض واليد المعاكس ستحاول لمس الفخ 2 ارتفاع تملي يستعد يبتدي 1 2 فوق 2 أحسنت 2 ممتاز 2 ممتاز 2 أحسنت 2 أحسنت 2 آخر مرة جماعة قف التمرين السادس ضم القدمين والنزول أمام أسفل ملامسة أصابع اليدين أصابع القدمين تملي يستعد يبتدي 1 2 3 4 5 6 7 8 اطلع 2 3 4 5 6 7 8 التمرين السابع والأخير فتح القدمين والنزول أمام أسفل فتح القدمين من 9 صدر وقت قليلا والنزول أمام أسفل مع بعض تملي يستعد 1 2 3 4 5 6 7 8 اطلع 2 3 4 5 6 7 8 طيب يا الطال وصلنا إلى نهاية الرحمة استهدت مع بعض درسنا لهذا اليوم هو تقدير الذات نتيجة الحساس بالقوام السليم تقدير الذات تقدير النفس العجاب بالنفس نتيجة ماذا؟ نتيجة أن لديك قوام سليم ما هو القوام؟ شوف مع بعض هو المظهر والشكل العام الذي يتخذه الجسم والذي يتحدد بأوضاع الجسم المختلفة التي تحكم فيها نغمة الجهاز العضلي ويكون نتيجة لعلاقة نظمية صحية بين أجزاء الجسم المختلفة شوف مع بعض الصور الآن هذا البطل لديه قوام جميل وقوام سليم شكله ويدي مهارة الجري متناسق ما في أي خلل في أي عضو من أعضاء الجسم من الأمثلة على القوام ترى وهذه القوامية مثلا نجول الرأس الأسفل أنا لو أجري الآن ورأ رأسي الأسفل هل هذا يعتبر قوام سليم؟ لماذا؟ لأن الرأس مفروض متناسق الجري يكون ينظر إلى الأمام الظهر تحدد بالظهر من الانتساوات القوامية وهذه تحدث لماذا؟ لممارسات الخاطئة الجلوس الخاطئ الوقوف الخاطئ الجلوس الطويل على أجهزة لعاب الفيديو والتلفاز القوام الجيد هو القوام السليم زي ما هو واضح الآن بالصورة لا يوجد به أي مشاكل صحية هو الوضع الذي تكون فيه الأجزاء الرئيسية لجسم وأجهزته متزنة ومنظمة فوق قاعدة الارتكاز وتكون علاقة تنظيمية من هذه الأجزاء سليمة بحيث تمكن من القيام بوظائف بكفاوة لماذا أنا سعيد قوام سليم لأن أثناء النشاط البدني أستطيع تأدية هذا النشاط بكفاءة وقوة لماذا قوام مهم مؤشرها مع صحة سلام جسم الإنسان يساعد أجهزة الجسم الحيوية على أداء وظائفها ما هي الأجهزة الحيوية التي هي الصحة قلبية التنفسية الدورة الدموية والجهزة الداخلية اكتساب الفرد الصحة الجيدة وتأخذ ظهور التعب القوام السليم والقوام الجيد يأخذ ظهور التعب يلعب أهمية في تكوين شخصية الفرد بجوانب المختلفة الآن استعدت من بعض الأعضاء المساعدة لحفظ القوام أثناء الوقوف يوجد بعض الأجزاء تساعد على توازن تشوفوا الأذن الوسطى المخيخ بؤبؤ العين العضلات الناصبة هذه الأجزاء إذا كانت تعمل بكفاءة سوف أستطيع الوقوف لوقت طويل دون وتأخذ ظهور التعب ودون الإحساس بالتعب طيب يا أبطال ما ننسى الحفاظ على قوام السليم والقوام الجيد لابد من تركيز على ممارسات طلبات ممارسة النشاط البدء بشكل صحيح التغذية صحيح الراحة الكافية اللبس المناسب المكان المناسب الإحماء المناسب وعدم إهمال أي جسم أجزاء النشاط إجزاء الجسم أثناء تدية التمرينات بهذا تحافظ على قوام جيد وتكون سعيد لأن قوامك جيد ويساعدك على أداء النشاط بدني بشكل صحيح إذا هنا وصلنا نهاية ترسلنا هذا اليوم أشكركم حسن استماعكم معكم الأستاذ بدر ناصر الفيد